شو كان دورك بجمع فيروز بالرحابني لمهرجنيت بعلبك مجدداً وانت شو كنت عم تشتغيل بخصوص مهرجنيت بعلبك سنت الـ 98 أول شي هاي هالست العلمات مزيلة الحلوة بفكر سوزي بالمخابرة مظبوط ليه مخابرة اسمك رتا لأنه بدي أقول لك شي وهيدي شغلة شوية ما كان ما حدا عارف بي أنا يعني العيلي بتعزي علي وكلو متعز يعني عايلة هاي دي وبعدين مش كرمالي العايلة هلا راح أقول اليوم أنا اشتغلت مدي طويلة أخذت سنين بهدوء اجيت 20 ألف باب لأن أنا هاي دي ومطاط ومحب للآخر يعني أنا بشوف الآخر إذا بيبغدني بفتش على ليش عم يبغدني بركي أنا غلطان تحببوا فيي تصير فيه تبايدوا المحبة بس مثل الكثير شي يمكن بحياتك الفنية بحياتك الشخصية لهاي أنا نفس الشي بحدها بيعرف عطول هيك على السكات كل شي بتعمله عروة وما حدا معه خبر بس أنا مهم النتيج وصلنا بنتيجة بعد مدة حبات لأن كان في كل الناس عارفة كان في بعض بين الرحباني مش العايلة كنا نطلع وننزل وفيروز أنا أطلع عندها أنا ونينا ووسائل كان في مسلا برود هيك برود حرب مش حرب شي بارد 20 سنة وما رأيت أنا مرضيت كل الوقت كان عقلي مش هيك عقلي للوحدة لأنه الكون أنا بعد واحد والشعوب كلها بالأرض أصموا أصموا ميت واحد أصموا الشعوب كيف هيك فجيت أنا فيش عملت نحكي كل منهم كل منهم كذا والبلد عاوز والبلد أنتوا اللي حكيتوا عنه والبلد الحلو والوطن والناس متعلقل فيه ترجع تقربتهم من بعضهم الأمور وهي ما بدا كتير يعني كانت هدي عصوصوطة لأن هني كمان عارفين أنه بحبوا بعضهم وعارفين أنه هيدا غلط ما تتكملوا الأمور سوا لأنه للبنان مش بديك تنسيها لأني صرتي شخصيتك لو أنا لو أنا مصلحة لبنان ومصلحة الفن بتقضي أنه أنا جريتا ما إني زابط بالحياة العادية وبزعى العنوية بس إذا اشتغلنا بعمل معين من نجح بلدنا هيدا المهم من هون هي كانت النقطة أنه مننسى كل شي لنجاحها ولأنه من وارا هيدا لبنان اللي عم بيهز يا حبيبي إذا إذا كملنا نحنا وتركنا أول شي دلينا تركين بلدنا عم بيهز طيب كيف نسعف ووصلنا وكانت يعني السعادة فيروز لما أجت على ستوديو بحب خبر هالشغلة كانت أصعب قلبي عم يرجف وفزعين لأنه هاي اللحظة الأولى اللي كانت بدأت تسجل فيها وكانت كل عائلة بيت الرحباني موجودة واليوم أي مطرب يعرفوا الإخوان كلهم أنه أي مطرب أو أي مطربي لو إلى ساعتين عم بتغني ما بتفوت بس تفوت على السيديو بتقولك طفولي الضوء ما بدي حدا بالكنترول يظهروا كلهم بس الملحن تنقول أو الموزع أو المهندس السعود فيروز كانت عم تغني كان في منصور وأنا وماروان ابن منصور وغادي ابن منصور وسامة ابن منصور وغسان ابني وجاد وريمة ومدير الفرقة فيروز والمحامي وزياد وينه؟ شو كان دوروا بهالقصة كلها زياد؟ لا مش مش فاضي لاحظة لا لا منحكي كان كل هالمجموعة هاي اللي كانت أنا مخوفتني تزعج فيروز إنما الست ساعات اللي وقفتهم فيروز أول مرة ما بتوقفهم أي مطربة والضحكة وتنطر عرفة المحبة اللي فايدة من العيلة كلها تجاهها لأنه كلهم حسين إن إحنا بالعائلة بدي أقلك شي هل الندر في ندر كأنه بالعائلة إنه بيغامروا ولو ما عايشوا منيح بعيشوا هيك وسط بيشتروا سيارة كذا شوية بس بيكملوا بدون موسيقتهم لأنه حصوا إنه أهلهم نسألوا كأنه عن وطن وهن بدون سقلوا مشبورين فحسوا وهي حست كانت تضحكي على وجه فيروز من أسعد لأيام شفتها بحياتي كانت وتجي تقعد إذا سمعنا الشغلة إذا بعينها رفت شو لا بعيدة دغري مش إنه تعملي لمؤدمة لا يا فيروز أولي جمنعيد لا لأنه عارفه لصالح كلنا بدنا لصالح العمل طبعا فكانت هاي لحظة ياريت كانت مصورة حقيقة وتنعرض تتشوفوا قديش كانت هالست اللي ديفا الليولة بسي أن أنز لما زيعوا الخبر زيعوا إنه رجعت فيروز حوديت فيروز لبعالباك شكرا